ساندوش الطفولة هيدي الوصفة من قطيب الساندوشات عندي من انا وصغيري بعشاء كانت الولدة الله يرحمت إلنا هيدا بيرجر بيرجر بالكبة وقطيب بيرجر عندي هيدي ساندوشة كبة مقلية بدون حشوة كانت تتحط لنا فيها الخضرة مع البطاطا المقلية مع البندورة والزيتون وبقدون سنعنعة وتقدم لنا إياها مع شوية مخللات شوفوا كيف لما كان يضل عنا كبة نية لتاني يوم كانت تعملنا إياهن اقراس او عندها عجينة كبة كانت تعملنا إياهن اقراس بهيد الطريقة مثل طريقة البرجر تقطع لنا إياهن ويكونوا هيك سماك وتقليلنا إياهن البعض بيقلنا كبة كزابة لانا بدون حشوة تقليهن وتعملنا فيهن ساندوشات من قطيب انواع الساندوشات عندي عشان هيك انا هيدا الساندوش المفضلة من انا وصغيري بطاطا مقلية كبة مقلية وهلا السلسة كانت لبنة مع شوية لبن روب ومع شوية سماء ونعنعة يابسة تخلطهم كلهم سوا مع شوية زيت زيتون وتكون هيدا سلسة الدهن للساندوش بدل الكاتشاب وساندوش بيرجر او كانت تعملنا يوم بالسامونة بقدونس نعنعة زيتون خست بنادورة بصل اخيار مخلل وندهن خلطة اللبن واللبنة مع النعنعة والسماء بالساندوش المقلية بدون حشوة نحط عليه شرايح البطاطا المقلية ورقة الخس وشوي ورق نعنعة وشوي ورق بقدونس ونحط عليهم البندورة ونحط عليهم البصل وخيار مخلل ولفت مخلل وشوية زيتون ونحط عليهم ونحط عليهم مع شوية مخللات مع شوية خضرة شوية من الصلصة وهي ده أرس الكبة المقلة اللي كنا نسميه برقر الطفولة أنا كنت قل ليه برقر الكبة قد ما كنت حبه فدايما ساندوشات الأمهات رحمة الله على اللي مات منهم والله يطول بعمر العايشين لو نلف في الدنيا ما منلاقي متل هيد اللقمة ولا متل ساندوشاتن ولا متل طبخن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة